نروح من كل المجهودات اللي بتعملها الدولة دي لحرب الشائعات اللي ما بتنتهيش في منشورات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول انه هو هيتم طرح عملات معدنية جديدة في اتا 100 جنيه لتداولها بالأسواق المركز الإعلامي المجلس الوزراء تواصل بدوره مع وزارة المالية اللي نفت الكلام ده كله وقالت انه هو كلام غلط وما لوش اي اساس من الصحة وان كل العملات المعدنية المتدولة زي ما هي مفيش اي تغيير لا هتزيد ولا هتقل اشتركوا في القناة